هنمشي مباراة مباراة النهاردة وبالتأكيد هنبدأ بالمغرب مغرب والظهور الجيد قدام المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم 2018 والنتيجة أكيد نتيجة إيجابية والنتيجة رائعة للمنتخب المغربي حتى لو كان في بعض الناس طموحهم كان المغرب تكسب كمان كرواتيا النهاردة بس الأداء كان مميز حتى هذا إيجابي أن يصل طموحك وأنت تواجه وصيف بطولة العالم الماضية 2018 بمين؟ مش فرقة بتغير جل بنفس العناصر بنفس الأسماء الغالبية منها طبعا منزوكيتش بيش موجود اسمين ثلاثة بيش موجودين لكن اللاينأب الأساسي بتاع المنتخب الكرواتي هو هو اللاينأب اللي لعب فاينال كاسعالم قدام فرنسا بروزوفيتش وبرزيتش ومودريتش مودريتش وكوفازيتش ولوفرين ومعظم العناصر اللي كانت موجودة هي وكرامريتش نفس العناصر كانت موجودة مع المنتخب الكرواتي في 2018 وصيف بطولة العالم هي اللي كانت بتلعب المنتخب المغربي النهاردة فأن يصل طموح جماهيرك لأنها بتطلبك بالفوز أمام وصيف بطل العالم ده بيقولك أنت وصلت فين قدمت مباراة عاملة إزاي وده مش معلني أن كل شيء كان عظيم كان فيه طبعا بعض المشاكل لكن إجمالا لأ المنتخب المغربي ظهر متماسكا بشدة ظهر ندا واضحا للمنتخب الكرواتي في أغلب فترات المباراة تحديدا في شرط المباراة الأول المنتخب المغربي المنتخب المغربي هو اللي كان بيضغط على المنتخب الكرواتي في التلت الأول مما لعبه المنتخب المغربي هو اللي سدد أول تزدتين على المرمى في المباراة والمنتخب الكرواتي ما دخلش إلا في الدقاية الأخيرة يمكن الانفراد اللي شاله ياسين بونو واحد من نجوم المباراة النهاردة ياسين بونو وحن نتكلم هنا كريم على حلقة قبل ما يلعب المنتخب المغربي وقتلك مش محتاجين نتكلم على ياسين بونو ده العادي بتاعي ياسين بونو أشرف حكيمي ظهر بمستوى ممتاز النهاردة كان واخد الجابهة اليمين دي بتاعته طول المباراة السيستم بقى مع وليد الرجراجي عجبني جداً التماسك الكبير جداً بتاعة وسط الملعب في المنتخب المغربي اللي حمل رباع الخلفي لما اجا اتكلم على نايف أجرد وجنب رومان سايس هناقية قوية جداً خبرات مع حركية قوية جداً حتى يحيي عطيته الله لعيب محلي نهاردة في الجابهة اليسرى قدم مباراة جيدة جداً على صعيد الخروج بالكرة بعد خروج مزراوي في ناحية الشمال فإجمالاً المنتخب المغربي قدم مباراة جيدة مقدرش يقول ممتازة لكن قدم مباراة جيدة ماذا ينقص المنتخب المغربي قبل ما يخود مبارتين خليهي أقول لك والله الاتنين صعبين قلت الكلام ده على المنتخب الكندي قبل ما البطولة تبتدي والناس كابت تقولك الكندا تبع حصلت المجموعة المنتخب الكندي منتخب متماسك جداً المنتخب الكندي عنده مشاكل في الخط الخلفي ومشاكل في خط الوسط لكن عنده خط هجوم مرعب عنده خط هجوم جانسان دافيز بيلعب في ليل متقلق بشدة واحد من أهداف المركات الأندية كبيرة الصيف اللي جاي طبعا أفونسو دافيز بيلعب جناح وكلمنا برضه أنه هنا بيلعب في بوزيشن تاني غير البوزيشن اللي بيلعب في باير ني ميونيخ وعنده استعكيف وسط الملعب راجل بتاع بورتو لا عنده نجوم عنده لعب في الجزء الأمامي من مركز 8 وانا طالع لقدام الأربع لعب الأماميين لعب جيدين جدا فالمنتخب نرجع تاني لمنتخبنا المغربي المنتخب المغربي قادر إن شاء الرحمن إذا خرج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي بنتيجة حتى وإن كانت التعادل حتى وإن كانت التعادل لكن من هنا بقولك أن المنتخب المغربي قادر على الفوز على الحصول على الثلاث نقاط أمام المنتخب البلجيكي إذا آمن بحظوظه كما آمن أمام المنتخب الكرواتي المنتخب المغربي عنده عناصر طب ماذا ينقص المنتخب المغربي للصعود للدور الثاني وهذا هو الهدف الأول للمنتخب المغربي بهذا الجيل المنتخب المغربي لازال الخط الأمامي ليه يعمل عمل فردي لم يستطع بعد وليد الرجروجي أن يطوع الخط الأمامي أنه يشتغل عمل جماعي آه حكيم زياش لعيب ممتاز لما جتكلم على سوفيان بوفال لعيب ممتاز يوسف نصيري لعيب ممتاز حتى التحركات شوية بتاع برزاق حمد الله ملحقش لعيب سبعة تمن دقاي لكن برضو لعيب مزعج جدا في الخط الأمامي لكن يبقى البلينك أو البرج ما بين التلاتة كان محتاج لعيب هو كان بيرهن على أمين حارس لكن إصابة أمين حارس حرميت منه فالنهار ده كان شوية بيعتمد على العز الدين أناحي أو سوفيان فبيعتمد قدر الإمكان اللي هم يعملوه الرابط هذا الرابط لازال منقوص المنتخب المغربي يقدر يروح أبعد من كده يقدر يشكل خطورة المنتخب المغربي كان يقدر يبقى يشكل خطورة أكتر النهاردة لو العناصر الفردية الممتازة اللي في الخط الأمامي اشتغلت كمجموعة بشكل أكبر وده اللي حصل يمكن عبدالصمت زلزولي مقدمش مباراة كبيرة النهاردة لو منلعب في الجناح الشمال لكن خلينا نقولك أن دي خط الكاس العالم لعيب صغير 19 سنة وآه هو من خريج اللمسية لكن لعيب مميز جدا عبدالصمت زلزولي أعتقد أنه هيجي في المباراة اللي جاي عنده القدرة أنه يجي لما لعب النهاردة على الرواق الأيصر فعبدالصمت زلزولي ورقة مهمة جدا فأعتقد أن المنتخب المغربي عنده القدرة جدا جدا أكريم آمن بحظوظه قلنا الكلام دا الناس ألنا يعني العاطفة وانتو بتجملوا المنتخب المغربي قبل البطولة قلت لك لا المنتخب المغربي يبقى رقم في هذه المعادلة طبعا على الورق الترشيحات طبعا تروح للمصنف الثاني عالميا وفريق خض فاينل البطولة وتاني كاس علامة اللي فاتت كرواتيا وبلجيكا لكن اللي يدقق في هذه العناصر والطموح اللي عند لعب المنتخب المغربي طبعا كان لازم يؤمن بحظوظه ويبقى المنتخب المغربي إن شاء الرحمن لازم يؤمن بحظوظه أمام المنتخب البلجيكي وأكد تالت أن مباراة المنتخب المغربي ومباراة المنتخب الكرواتي أمام المنتخب الكندي ستكون صعبة جدا جدا أردى المنتخب البلجيكي بالكاد فاز واحد سفر على المنتخب الكندي من اللعبة اللي كان مترقبة النهاردة أو متشافة أو الناس بتفرج عليها النهاردة ومركزة معها هو حكيم زياش اللعبة اللي كان مغضوب عليه من خليزة المجيل الفني السابق للمنتخب المغربي نهاردة حكيم زياش كان أداء أمور دي بالنسبة لك؟ لأ عنده أفضل من كده كتير حكيم زياش تاني يا كريم ما احنا قلنا مشكلة المجموعة دي إنه كان كل واحد فيه عندي كواليتي عندي لعبة مميزة جدا لكن اللعبة دي تقدر تعمل أكتر من كده لو اشتغلت جماعي الكرة لعبة جماعية مش لعبة فردية وده ما ينقص حكيم زياش وصوفيان بوفالكا الجناحين لمنتخب المغرب كل لعب بياخده الكرة عايز هو اللي يروح عايز هو اللي يروح وأول قرار بالنسبة له أنه يروح ويعمل التريبلينج واحد على واحد عشان يعدي عشان هو اللي يروح أنا ممكن أعمل دي لكن بعديها هعمل إيه قراري في الكرة يبقى عامل إزاي هشتغل كروسز ولا هشتغل مع المجموعة النهاردة يوسف قادر نصيري وده اللي نجح فيه وقال منتخب الكرواتي كان عازل يوسف نصيري النهاردة عن المجموعة كان عازله على صوفيان بوفالو وكان عازله على حكيم زياش فحكيم زياش كان يقدر يقدم مردود أفضل من كلاب كتير لو يشتغل مع المجموعة مهم جدا أن يكون دي تعلمات وليد الرجراجي للمجموعة في تحضيرهم لمباراة بلجيكا المجموعة وأنا لو جالي فرصة النهاردة في مباراة كرواتي وما استغلتهاش ممكن ما تجريش تاني في مباراة بلجيكا الفرصة الوحدة في مباراة أمام فرق من هذا المستوى يجب أن تستغل من خلال اللعب الجماعي خاصة في التلت الهجوم المنتخب المجموعة